تسابق أوروبا الزمان لمواجهة أزمة الطاقة قبل الدخول فصل الشتاء المقبل فأوروبا مطالبة بخفض استهلاك من الغاز أكثر من أي وقت مضى لمواجهة التقفيضات في الإمدادات الروسية من الغاز وإلا فقد تضطر إلى ترشيد استخدام الغاز في أكثر الأشهر برودة لذلك وتخوفا من سيناريو قطع كامل لإمدادات الطاقة الروسية قدم الاتحاد الأوروبي خطة لترشيد استخدام الغاز بنسبة 15% خلال الأشهر الثمانية المقبلة خطة يسعى من خلالها الاتحاد لتشكيل جبهة موحدة في معركة أزمة الطاقة مع الدب الروسي الخطة انقسمت دول التكتل بشأنها حيث صارعت إسبانيا والبرتغال واليونان لإعلان رفضها الامتثال للخطة الدول الثلاث اعتبرت أن جعل التقفيض إلزاميا لن يحقق نتائج المرجوة وفي خلاف مع الاتحاد الأوروبي هنغاريا هي الأخرى والتي رفضت سابقا عقوبات الطاقة ضد موسكو طلبت من السلطات الروسية إمدادها ب700 مليون متر مكعب إضافي من الغاز وزير الخارجية الهنغاري خلال زيارته لموسكو أكد أن حكومة بلاده ملزمة بضمان توفير الطاقة لمواطنيها هناك مشكلة في أوروبا اليوم تتعلق بإمدادات الطاقة لكن الحكومة الهنغارية حتى في هذه الظروف ملزمة بضمان توصيل الطاقة إلى المواطنين وضمان أن يتمكن جميع الهنغاريين من طهي طعامهم والحصول على الماء الساخن في المنزل وتدفئة شقاقهم عند الحاجة من جانبه قال وزير الخارجية الروسي إن بلاده ستنظر في طلب هنغاريا شراء كميات إضافية من الغاز الروسي تنفيذ العقود طويلة الأجل التي تم توقيعها بشأن شحنات الغاز الطبيعي الروسي إلى المجر يتوافق تماما مع مصالح بلدين زملاء المجريون أكدوا أن حكومتهم مهتمة بشراء كمية إضافية من الغاز هذا العام وسيتم تقديم هذا الطلب والنظر فيه على الفور يضيق الخناق على القارة العجوز التي تسعى جاهدة للبحث عن بدائل لإمدادات الطاقة الروسية وتزداد المخاوف من حلول شتاء كارثي على الأوروبيين في وقت تشهد أسعار الطاقة أرقام قياسية